دلوقتي مشاهدين معاد موجز لهم الأخبار مع ليندا تفضل ليندا شكرا شازلي التسعب بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجدة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة وذلك لإعداد مشروع قانون الأخوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بوزير العدل المستشار عمر مروان كما وجه رئيس السيسي بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية ونيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهمها بكل مهنيات وموضوعية في إطار مبادرة حياة كريمة واستجابة لأهالي قرية بهيج ببرج العرب بالإسكندرية قامت المبادرة بتسليم نقطة إسعاف المجهزة بأعلى الإمكانيات والتي ستساعد في إنقاذ أي مصابين في الحوادث أو الحالات المرضية التي كانت هناك صعوبات في الوصول لأقرب نقطة لإسعافها قال رئيس بلدية كييف فيتالي كلاتشكو إن انفجارات عدة هزت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم وهكتب كلاتشكو على تطبيق تليجرام أن الانفجارات وقعت في منطقتين دارنتسكي ودينيبروفيسكي بالعاصمة قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه يتوقع أن تحقق بلاده قفزة كبيرة في الأرباح من صدرات الطاقة هذا العام وأكد لافروف أن العقوبات الغربية لن يكون لها تأثير على صادرات بلاده من النفط مشددا على أن النفط لا يخضع للسياسة وأن هناك طلبا عليه مضيفا أن مبيعات روسيا من النفط تزيد بالفعل ويتمتلك أسواق مبيعات بديلة أعلنت هيئة الأركان في كوريا الجنوبية أن بيونج يانج أطلقت ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى في المياه باتجاه البحر الشرقي في إشارة إلى بحر اليابان وذكرت هيئة الأركان أن عمليات الإطلاق تمت في إطار زمني مدته 30 دقيقة مضيفة أن الجيش الكوري الجنوبي عزز مراقبته ويقظته تحسبا لعمليات إطلاق جديدة وتأتي هذه العمليات بعد ثلاثة أيام من تدريبات واسعة النطاق أجراها الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبية انتخب البورلمان الألباني بايرام بيجاي قائد الجيش رئيسا جديدا للبلاد وحصل بيجاي على 78 صوتا في اقتراء البورلمان المكون من 140 مقعدا ليشغل أرفع منصب في البلاد للسنوات الخمس المقبلة وشغل بيجاي صاحب الخمسة والخمسين عاما منصب قائد الجيش الألباني في عام 2020 بعد مناصب عديدة تقلدها في الجيش في القطاع الطبي بالأساس ويعد منصب الرئيس الشرفي في ألبانيا بشكل كبير لكنه يتمتع ببعض السلطات على القضاء والجيش ذكرت وكالة الأنباء المركزي الكورية أن كوريا الشمالية سجلت إصابة 73 780 شخص آخرين بالحمة إثر أول انتشر مؤكد لفيروس كورونا في البلاد وتخوض بيونج يانج معركة ضد تفشي كورونا منذ أن أعلنت حالة الطوارئ وفرضت إغلاقا على مستوى البلاد الشهر الماضي مما أثار مخاوف بشأن نقص اللقاحات والإمدادات الطبية والغذائية وذكرت الوكالة أن الوباء أظهر علامات على الانحصار بعد أن تجاوزت الأرقام اليومية لحالات الحمى 390 ألفا قبل أسبوعين أما رياضيا فيصدف المنتخب الوطني اليوم نظيره الغيني على أستاذ القاهرة الدولي في أولى مبارياته بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية عشرين ثلاثة وعشرين ويلعب منتخب الفراعنة اللقاء تحت قيادة المدرب إيهاب جلال لأول مرة عقب توليه المسئولية خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش ويسعى المنتخب الوطني إلى افتتاح مشواره بالتصفيات بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث قبل مواجهة إثيوبيا خارج الديار في الجولة الثانية نهاية منجزة التساعة نقول لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر